اشتركوا في القناة على تصطيح منحن الإصابات تداولت مختلف وسائل الإعلام المحلية المقرؤة منها والمسموعة العنوان الأبرز مملكة البحرين تسجل انخفاضا ملحوظا في عداد الحالات القائمة مما يبشر بنتائج إيجابية في تصطيح منحنى عداد الحالات القائمة الأمر الذي يؤكد بأن تمديد قرارات الإغلاق المدروسة والدقيقة التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي تسير بشكل مستقيم تجاه تحقيق أهدافها وتطلعاتها في كبح تفش الفيروس وتحصين المجتمع لغة الأرقام تحدثت خلال هذه الفترة وأكدت بأن الحس المسؤول وزيادة الوعي المجتمعي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ التطعيم المضاد والجرع المنشطة إلى جانب التقييد التام بالقرارات التي أعلنت عنها مختلف الجهات أسهمت في هذا الانخفاض الملحوظ والذي يعزز المساعي الحثيثة التي تبدل في ملف التصدي للجائحة وفي هذا الصدد لابد من التأكيد بأن التوجهات الملكية السامية وضعت الحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات التي يسعى الفريق الوطني الطبي بكل عزم وثبات لتحقيقها والوصول للتعافية التام بمساندة الجهود الوطنية الكبيرة المبذولة من جانب كافة الطواقم الطبية والتمريضية والجهات المساندة التي واصلت العمل بكل إخلاص وتثاني في تقديم أقصى طاقاتها لصالح علاج ورعاية جميع الحالات القائمة خلال هذه الجائحة ونجدد التأكيد هنا على أهمية استمرار الالتزام الفعلي من قبل جميع أفراد المجتمع وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لصالح كافة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين للوصول معا إلى بر الأمان